يعود ملف المختطفين لدى ميليشيا الحوثي للواجهة مرة أخرى مع بدء التحضيرات لمفاوضات ترعاها الأمم المتحدة من المقرر عقادها نهاية الشهر الجاري سأقتنم هذه الفرصة لكي أعلم أعضاء المجلس بأننا على وشكل انتهاء من اتفاق بين الأطراف فيما يتعلق بتبادل الأسرى والمعتقالين وربما هذا الاتفاق هو الاتفاق الأول من نوعه الذي يوقعه الطرفان في هذا النزاع المبعوث الأممي مارتن غريفث أكد تبنيه لوثيقة اتفاق تتضمن تبادل سراح المعتقلين كجزء من خطوات بناء ثقة للانخراط في مفاوضات السويد القادمة وقال غريفث في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي إن تبادل المعتقلين يأتي نتيجة مباحثات سابقة مع الرئيس هادي الحكومة في بيان ألقاه مندوبها في الأمم المتحدة أحمد بن مبارك في جلسة مجلس الأمن أعلنت موافقتها على مقايضة أسرى من الحوثيين بمعتقلين ومختطفين ومخفيين قسرا لدى ميليشيا الحوثي وبررت الحكومة قبولها بحرصها على تهيئة بيئة إجراءات بناء ثقة وتحرير المختطفين الذين يعاملون بشكل لا إنساني في سجون الحوثي ليست هذه أول مرة يتم الحديث فيها عن المعتقلين لكن الواضح أنهم أضحوا ورقة تفاوضية بيد ميليشيا الحوثي التي رفضت أكثر من مرة الإفراج عنهم ولم تبدي حتى الآن أي قبول بصفقة إطلاق سراحهم ورغم أن مراقبين يرون في قبول تبادل الأسرى نجاحا مهما لصالح المختطفين لدى ميليشيا الحوثي إلا أن عسكريين يرون في إطلاق سراح مقاتلين حوثيين بمختطفين مدنيين مجازفة عسكرية